ويعتبر تطوير القدرات اللوجستية المصرية واحدا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزا مهما للتجارة العالمية المزيد مع زميل مصطفى ميزار أهلا بكم لم تغفل القيادة السياسية أي قطاع تنموي أو إنتاجي إلا وسعت إلى تطويره والعمل عليه ويعد تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية واحدا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا خلال العقد الماضي وتفيد المؤشرات التنافسية الدولية والمتعلقة بالبنية التحتية بتقدم مصر 48 مركزا خلال الفترة من العام 2014 وحتى عام 2019 فقط مصر تمتلك 18 ميناء تجاريا ولديها 3000 كم شواطئ تعمل على استغلالها بصورة مسلع وقد اعتمدت الحكومة خطة متكاملة لتطوير تلك الموانئ وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 129 مليار جنيه من أهم الموانئ التي تم ويتم تطويرها ميناء جرجوب، ميناء العريش، ميناء الأسكندرية الكبير، ميناء ضمياط، موانئ البحر الأحمر، ميناء برسعيد، وميناء السخنة يمكن تلخيص التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال الآتي تشييد الممرات اللوجستية والتي تخدم مختلف المشروعات القومية إنشاء وتطوير شبكة من الطرق القومية وشبكة القطارات السريعة تطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء الموانئ البرية والجافة فيما يخص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الزراعية تطوير طريق وادي النطرون العالمين بطول 135 كم وبتكلفة 192 مليون جنيه وذلك لخدمة مشروع مستقبل مصر الزراعي كذلك إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وبتكلفة 8 مليارات جنيه لخدمة مناطق الاستصلاح الزراعي بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية كما تم تطوير طريق السويس الإسماعيلية أو ما يسمى بطريق المعاهدة بطول 80 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه لخدمة مناطق الاستصلاح بغرب القناة فيما يخص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الصناعية تم إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وبتكلفة 8 مليارات جنيه لخدمة المنطقة الصناعية في قويسنا وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس العين السخنة بطول 60 كم وبتكلفة 3.5 مليار جنيه لخدمة المناطق الصناعية بالعين السخنة تطوير وازدواج طريق السادس من أكتوبر الواحات البحرية بطول 283 كم وبتكلفة 2.2 مليار جنيه لخدمة المناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر فيما يخص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الخدمية تم إنشاء طريق شبرى بنها الحر بطول 40 كم وطريق الجلالة بطول 82 كم تطوير طريق الصعيد البحر الأحمر بطول 180 كم تطوير وازدواج طريق سفاجة القصير مرسى علم بطول 200 كم وغيرها من الطرق الدولة المصرية حرصت كذلك على وضع خطط كاملة لتشيد أكبر شبكة للسكك الحديدية في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي أطوال هذه الشبكة عند الانتهاء من تشيدها 1825 كم من السكك الحديدية كل تلك الجهود أصفرت عن إشادات دولية صدرت من قبريات المؤسسات الدولية حيث تقدمت مصر خمسة مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية في عام 2020 لتحتل بذلك الدولة المصرية المركز الثالث والعشرين مقارنة بالمركز الثامن والعشرين في عام 2019 كما قفزت مصر إلى المرتبة الثامنة والخمسين عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 والصادر من البنك الدولي محققة بذلك نحو ثلاثة وواحد من عشر نقطة مقارنة بعام 2018 حيث احتلت مصر المرتبة السابعة والستين عالميا كذلك تقدم ميناء برسعيد للمركز العاشر عالميا في مايو من العام 2023 وفقا لنتائج مؤشر أداء موانئ الحويات من بين 348 ميناء حول العالم لا تزال الإرادة المصرية عازمة على استكمال خططها القومية الطموحة والتي بدأتها منذ عام 2014 لتطوير كافة شبكات البنية التحتية في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في قطاعي التجارة واللوجستيات على المستوى الدولي